السابع من أكتوبر تاريخ وثق حدثا فريدا في تاريخ المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال وأحدث تأثيرا واضحا في وجدان العربي لا سيما على المستوى الشعبي هذا التأثير بدأ واضحا في عدة مواضع كان منها الأردن تحديدا محافظة الكارك جنوبية البلاد حيث باتت وجبة الشاورمة ترتبط هي الأخرى بهذا الحدث مشاهدين ففي الكارك افتتح مواطن أردني مطعما يحمل اسم السابع من أكتوبر وظهر المطعم في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وأمامه طابور من الناس حيث يمكن سماع صوت مالك المطعم على ما يبدو وهو يعلن الافتتاح ويرحب بزبائنه خبروا افتتاح هذا المطعم تلقفته وسائل أعلام العبرية ومستخدموا وسائل التواصل الإسرائيليون بغضب معبرين عن صدمتهم منه لكن الأمر لم ينتهي هنا فسرعان ما تخطى الهجوم الإسرائيلي على المطعم الغضب الشعبي ووصل حد أن يشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد بنفسه هجوما لاذعا على المطعم زاعما أن تمجيد السابع من أكتوبر يجب أن يتوقف ومطالبا الحكومة الأردنية بأن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه بحسب ما نشره في هذه التغريدة في المقابل انشغلت منصات التواصل الاجتماعي العربية والأردنية تحديدا بالتفاعل بطريقتها مع خبر افتتاح مطعم السابع من أكتوبر المدون محسن الإفرنجي عتبر أن مبادرة المطعم تستحق التقدير كذلك يقول أحمد أنه يتمنى أن يرى مزيدا من التمجيد ليوم السابع من أكتوبر اشتركوا في القناة